هذا الطفل مكانه الطبيعي في المدرسة لكن ظروف الحياة القاسية اجبرته على العمالة في سن مبكرة لتأمين القوت الضروري له وافراد اسرته الشارع ملاذهم الوحيد يعمل جزء كبير منهم في تنظيف السيارات الواقفة في الجوالات الخرق التي يحملونها في ايديهم يكسبون من خلالها ارزاقهم بعرق جبينهم الرؤية باتت واضحة امام السائق الذي يكافئهم بورقة نقدية لكن ضبابية الحياة تلازمهم ما داموا رهن العمالة في الشارع في الجهة المقابلة فتيات صغار لا يجدن العمل ورزقهن من التسول ايضا بعض النساء ينتظرن ما تجود به ايدي فاعل الخير لكن ظاهرة عمالة الاطفال والتسول في ازدياد نتيجة الظروف الانسانية والاقتصادية التي تزداد سوءا يوما تلو اخر في العاصمة الصنعاء وبقية المحافظات التقارير الصادرة عن الامم المتحدة تشير الى ان اكثر من ثمانين في المئة من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر ويعاني خمسة ملايين من سوء التغذية ضمن واقع اضطر ارباب الاسر الى جعل اطفالهم ضحية العمالة في سن مبكرة للمساعدة في تأمين القوت الضروري وان اصبحوا ضمن مليونين ونصف مليون طالب حرموا من التعليم في المقابل فان الرقم الصادم صادر عن اليونسيف بالاشارة الى انه في اليمن يموت طفل كل عشر دقائق لاسباب يمكن الوقاية منها بما في ذلك سوء التغذية والامراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات لكن قدر هؤلاء الاطفال الصراع من اجل البقاء طالما والساسة حولوا الوطن الى شرعة غاب وفي ظل غياب الشعور بالمسئولية تجاه اطفال اليوم عماد المستقبل